اهلا ومرحبا بكم طلبة وطلبات الصف الاول الاعدادي ان شاء الله نهارضا هنتكلم عن الوحدة التانية بعنوان الاخطار الطبيعية والبيئية نتكلم عن الدرس التالت بعنوان الاخطار البيئية اول حاجة نتكلم عليه زي ما احنا متعودين مع بعض المراجعة الجزئية انا بيجي لي سؤال السنور اللي قال لي اكتب ما تشير اليه العبارات الاتية زيادة منصوب المياه في النهر حتى يخرج الى اليابس زيادة منصوب المياه في النهر حتى يخرج الى اليابس طبعا ده احنا كنا عارفين هو تعريف الفيضاء ثاني حاجة بيقول لي امطار غزيرة فجائية تتجمع في شبكات الاودية الصغيرة بالاماكن المرتفعة وتندفع هذه المياه نحو المناطق المنخفضة اماكن او امطار غزيرة فجائية تتجمع في شبكات الاودية زي ما احنا عارفين بالزبط هي السيولد هنا جي لي سؤال يقول لي ضع علامة صح او خطأ سبب اعصار سندي ادوار بلغة في الاقتصاد الالماني طبعا هنا الاجابة خطأ لان هنا اعصار سندي سبب ادوار في الاقتصاد الامريكي رقم اتنين الانهيارات الجليدية من اخطار المياه وزي ما اتكلمنا عنها وشفناها قبل كده يتبقى الاجابة بتاعتي اجابة صحيحة سنة اولى هي الانهيارات الجليدية من اخطار المياه هنبتدي مع بعض النهاردة بدرسنا عن الاخطار البيئية ربنا سبحانه وتعالى وهب الانسان الطبيعة بكل مواردها وجمالها فتدخل الانسان في الطبيعة اما في بنائها وتجملها مرة واما في اهدارها مرة اخرى النهاردة هنتكلم على الاخطار اللي تعرضت لها البيئة اما اخطار طبيعية او اما اخطار بيئية وهنعرف الفارق ما بينهم طبعا هنبدأ في الاخطار الطبيعية طبعا كده اسم على مسمى سنة اولى ما المقصود بالاخطار الطبيعية اول ما قول لك خطر طبيعي يبقى اكيد حدث نتيجة عوامل طبيعية طب هل الانسان اتدخل فيه قالك لا طبعا لا دخل للانسان بيها قالك طب لها جوانب ايه قالك لها جوانب سلبية ضاية ولها جوانب مفيدة ايجابية يبقى هنا الخطر الطبيعي سنقول اول ما اسمع كلمة طبيعية يبقى حدث نتيجة عوامل طبيعية يبقى هنا هل الانسان يتدخل فيه قالك لا لا دخل للانسان فيه بس ليه جانبين جانب ضاية وجانب مفيد تاني نوع من الاخطار اللي هنتكلم عليها النهاردة هي الاخطار البيئية ويجي يقول لي في الامتحان ما المقصود بالاخطار البيئية هقول له هي اخطار تحدث نتيجة عوامل طبيعية طبعا مستر الاخطار دي بيتدخل الانسان فيها ولا ما بيتدخلش قال لي لا وتدخل الإنسان يبقى الأخطار دي نتيجة عوامل تبيعية وكمان الإنسان بتدخل طب إيه اللي بيحصل قال لي وتحدث أضرار سلبية فقط يبقى الأخطار البيئية ملهاش أضرار ملهاش جوانب إيجابية ولكن لها أضرار سلبية وتجلب كوارث على الطبيعة والإنسان şeyler مع بعض يبقى احنا كده عافنا واجه الشابه والاختلاف بين الأخطار الطبيعية والأخطار البيئية هنجد ان الاتنين بيحدثوا نتيجة عوامل طبيعية بس الاختلاف هنا ان الاخطار الطبيعية ان الانسان ما بيدخلش فيها انما الخطر البيئي طبعا الانسان هو اللي بيدخل فيه انما الاخطار الطبيعية دي لها جانب مفيد ولاها جانب دار انما الخطر البيئي له خطر سلبي فقط اتكلمنا عن الاخطار البيئية طبعا عايزين نعرفها ايه هي الاخطار البيئية ايه الامثلة بتاعت الاخطار البيئية اللي موجودة عندي قال لي رقم واحد التصحر من الأخطار البيئية حراق الغابات من الأخطار البيئية والاحتباس الحراري وهنعرف ونشرحه مع بعض برضو من الأخطار البيئية أول حاجة نتكلم فيها مع بعض النهاردة ميستر هي التصحر طبعا زي ما احنا شايفين كده في الصورة سنقولها التصحر هي عبارة صحر أرض صحروية هو ده التصحر يعني الصورة هي اللي وصفة نفسها هي قدامنا ده بيجي يقول لي ما المقصود بالتصحر التصحر اللي انت شايف هي أرض صفرة رمال صفرة هل انت شايف الأرض دي ينفع تصلح للزراعة ينفع اللي انت تنتج منها محاصيل طبعا بالتالي لا الصورة هي بتدل على نفسها يبقى انها لما يجي يقول لي ما المقصود بالتصحر هقول لي هو تضاهر القدرة الانتاجية للأرض الزراعية ان هنا الأرض الزراعية غير صالحة لأعمال الزراعة غير قادرة على إنتاج المحاصيل الزراعية اتكلمنا عن التصحر وبالتالي التصحر ده ليه أسباب يعني الارض لما انا جيت قلت لحضرتك هتبقى غير قادرة على الانتاج طب ايه اسباب عدم قدرة الارض على الانتاج رقم واحد معي قال لي هما اليوم نعمل اسباب اما اسباب طبيعية او اسباب بشرية هنتكلم مع بعضها الاول حاجة وهي الاسباب الطبيعية للتصحر رقم واحد تناقص كمية الامطار او الجفاف يعني الامطار اللي لو فيه امطار ما نزلت على الارض يحدث تصحر تتحول هذه الارض الى صحراء اللي طبعا ده الرقم واحد عندي اتنين زحف الكسبان الرملية على الاراضي الزراعية اذا كانت هذه الاراضي بجانب الصحراء فجاءت الرياح بعمل زحف الكسبان الرملية او زحف هذه الرمال نحو الاراضي الزراعية فحولتها من اراضي زراعية الى اراضي غير قادرة على الزراع زي ما احنا شايفين كده في الصورة السنولة طب تاني سبب عندنا هو السبب البشر ايه بقى السبب البشر اسمه على مستعمة كده سنولة السبب البشر يعني ايه اللي تسبب فيه البشر اللي هو الانسان طب ايه بقى السبب اللي بيحول الارض الزراعية الى ارض صحوية هو قطع الاشجار وازالة الغطاء النباتي طبعا هنا لما الانسان بيبدأ يقطع في الاشجار ويزيل الغطاء النباتي طبعا ده بيؤدي الى التصحر وفقد التربة قدرتها على الانتاج زي ما احنا شايفين كده في الصورة طبعا لان الغطاء النباتي ده سنقول هو عامل من عوامل التوازن البيئي ان هنا البيئة ما يقدرش تستغنى عن الغطاء النباتي لانه بيلعب دور كبير جدا في تنقية الهواء من الملوسات تاني حاجة هو الرعي الجائر يعني ايه الرعي الجائر بقى سنقول قالك الرعي الجائر هو الرعي الغير منظم زي ما احنا شايفين في الصورة كده ان هنا الرعي او البدوي ماشي بيرعى الغنم في الارض الزراعية فبيبدأ هنا يأكل الاغنام في محاصيل الارض الزراعية مما يؤدي الى تدهورها تالت حاجة هو الاستغلال المفرط للارض الزراعية ان هنا بتبدأ تستهلك في الارض الزراعية اكتر من مرة ان هنا الارض الزراعية بيبقى لها قدر على الانتاج فانت هنا لما بتبدأ تزرع محصول بيهلك التربة او بيفقد التربة من انتجيتها المفروض بعدي بنزرع محصول ايه بيدي التربة العناصر اللي فقدتها قالك انما هنا بدأوا يستهلكوا ويستغلوا إفراط الارض الزراعية رابع حاجة عندي وهو تملح التربة او ارتفاع نسبة الملوحة طبعا ده السؤال بيجي لي يقول لي بما تفسر هقول له بسبب استخدام طرق ري تقليدية ده مما يؤدي الى تملح التربة هنا كمان ممكن يجي لي سؤال في الامتحان ويجي يقول لي بما تفسر انتشار ظاهرة التصحر بما تفسر انتشار ظاهرة التصحر هكتب له الاسباب الطبيعية والاسباب البشري او ممكن يجي لي ويقول لي وضح الاسباب الطبيعية لانتشار ظاهرة التصحر يبقى اكتب له اسباب طبيعية فقط يا مستر. طب لو جاب لي يا مستر قال لي اكتب او وضح الاسباب البشرية لانتشار ظاهرة التصحر. بقى اكتب الاسباب البشرية. كده بعد كده عندي نوع تاني وهو حرائق الغابات. خد ده لك معي اللي الغابات دي من اهم السروات الطبيعية المهم جدا وهي جزء لا يتجزأ من النظام البيئي. تتعرض الغابات للتدمير. طب الغابات بتتدمر ليه? اقول له بسبب نشوب الحرائق. ولا يمكن السيطرة على حرائق الغابات بسهولة وتعد الغابات او تعد حرائق الغابات من اخطر الكوارس الطبيعية في الكون. خد بالك حرائق الغابات من اخطر الكوارس الطبيعية. طب هي ليه من اخطر الكوارس الطبيعية? اولا لانها بتتمر فترات طويلة جدا. ما هي الغابات او الاشجار دي تقبار عن اخشاب. فلما يحدث حرائق في اجيل اخشاب انت فوقها دي الاخشاب بيقوم فترات طويلة جدا. وبالتالي بيتدمر الغابات اللي موجودة. فعشان كده بنقول ان حرائق الغابات هي من اخطر الكوارث الطبيعية. وهناك اسباب كثيرة لحرائق الغابات. ايه يا بقى اسباب حدوث حرائق الغابات بس انا اقوله هنا يجيلي السؤال يقولي بما تفسر اسباب حدوث حرائق الغابات. طبعا ده في منه السبب طبيعي وطبعا في منه سبب بشر. قال لك السبب الطبيعي ان الانسان الملهوش دعوة بيه. قال لك دي حاجة من عند ربنا سبحانه وتعالى. قال لك هو حدوث البرك والصواعق. حدوث البرك والصواعق. طبعا كل ده بيؤدي الى نشوب الحرائق في الغابات. زي ما احنا شايفين كده في السور. قال لك طب السبب التاني قال لك ده سبب بشري يعني بيرجع الى عامل الانسان يعني الانسان هو اللي بيؤدي الى حدوثه. طب ازاي? قال لك هو عمليات الطاهي بدون اخذ الاحتياطات. ان هنا الانسان بيبدأ يقوم بعمل طاهي الطعام بدون اخذ الاحتياطات. تاني عامل بشري قال لك ان هنا الانسان بدأ يتخلص من بعض المخلفات بطريقة الحار ان هنا الانسان بدأ يولع في المخلفات فطبعا كل ده بيؤدي الى نشوب الحرائق في مناطق الغابة واحنا كده عرفنا ليه حرائق الغابات من اخطاء الكوارس البيئية وانا لانها بتستمر لمدة طويلة طب ايه هي الاسباب عندي سبب طبيعي هو البرك والصواك عندي سبب بشري هو عمليات الطاهي دون اخذ الاحتراطات التخلص من المخلفات بطريقة الحار هنتكلم بعد كده بيقولي النتائج اللي ترتبط على حريقة الغابات طب لما الغابة بتتحرق طبعا الغابة دي غطاء نباتي جميل جدا ربنا سبحانه وتعالى وهبوا للانسان ايه اللي بيحصل لما تحدث حرائق الغابات قال لي اول حاجة معايا تشوه الشكل الجمالي للغابات طبعا النباتات والاشجار اللي موجودة في الغابات بتنشوه شكلها بشكل كبير جدا اتنين انبعاث غازات ضرب البيئة هو غاز ثاني اكسيد القربون الناتج عن احتراق الغابات ثلاثة القضاء على التنوع البيئي والحيواني التنوع البيئي بالنسبة لتنوع نباتي او حيواني موجود في الغابات كل ده النار هتقضي عليه بشكل كبير جدا ثالث مشكلة عندنا او ثالث خطر بيئي بيواجهنا هو خطر الاحتباس الحراري او المعروب بالدفء الكون ايه زي ما احنا شايفين كده في الصورة ايه هو المقصود بالاحتباس الحراري احتباس حراري برضو بايم من اسمه كده هو ارتفاع تدريجي في درجة حراري الطبقة السفلة من الغلاف الجوي او القريبة لسطح الارض يعني المفهوم احتباس حراري هو ارتفاع في درجة الحرارة ان هنا كلما درجة الحرارة جيب ترتفع كلما زاد الاحتباس الحراري مما قد الى ارتفاع درجات الحرارة على سطح الارض هناك اسباب مستر معايا وهي أسباب ظاهرة الاحتباس الحراري طبعا عندي عدة أسباب يمكن أول سبب فيهم انبعاث الغازات الدفيئة الغازات الدفيئة اللي بتؤدي الارتفاع على درجة الحرارة مما يؤدي الاحتباس حراري طبعا غير كده وكده برضو الأنشطة البشرية اللي بيقوم بها الإنسان عن طريق الصناعة وعملية نقل واستهلاك الطاقة وبالتالي برضو قطع الغابات وإزالتها ده بيؤدي الاحتباس حراري بما أن الغابات بتدينا غاز ثاني اكسيد الكربون وبيأخذ مننا غاز بتدينا غاز الاكسوجين وبتأخذ مننا غاز ثاني اكسيد الكربون فبالتالي قطع الغابات وإزالتها يؤدي إلى ظاهرة الاحتباس الحراري طب تعالى بقى نعرف كده سنقول بقى ايه هي أضرار الاحتباس الحراري أو ما نتائج الاحتباس الحراري أول ضرار أو أول نتيجة بتنتج عن الارتفاع في درجات الحرارة ده هو ارتفاع متوسط درجة حرارة العالم إن هنا درجة حرارة العالم بترتفع فطبعا بيؤدي إلى احتباس حراري ثاني حاجة هو زوابان الجليد وتقلص مساحته عند القطبين يعني كلت مساحته عند القطبين طبعنا كنا واغدين في الانهيارات الجليدية إن هنا الجليد دوت بيزوب مؤدي إلى تكوين بحيات جليدية حول الجبال فطبعا ده نتيجة ايه؟ نتيجة الاحتباس الحراري أو نتيجة الارتفاع في درجات الحرارة ثالث ضرر أو ثالث نتيجة هو ارتفاع منصوب مياه البحار والمحيطات إن احنا زي ما احنا شفنا كده إن هنا كلما ارتفعت الحرارة هيؤدي إلى زوابان الجليد هيؤدي إلى ارتفاع منصوب البحار والمحيطات مما يؤدي إلى حدوث الفيضانات والسيو رابع حاجة طبعا هنا لما هيترتفع منصوب مياه البحار والمحيطات كده نتيجة على طول إيه اللي هيحصل؟ هتغرأ السواحل وأجزاء من المدن الساحلية مش المدن الساحلية دي سنقول هي على جوانب البحار والمحيطات فبالتالي لما منصوب البحار هيرتفع من اللي هيتأثر؟ قال لك يا المدينة الساحلية فبالتالي هنا النتائج ناتجة عن بعضها البعض هنا أول ما هترتفع درجة الحرارة الجليد هيزوب طب أول ما الجليد هيزوب قال لك هترتفع مياه البحار طب أول ما هترتفع مياه البحار هتغرأ المدن الساحلية قال لك خامس حاجة طبعا كل ده هيؤدي إلى تغير باقي عناصر المناخ مثل الضغط الجوي والرياح والأمطار طبعا دي كانت الأدوار أو النتائج التي ترتبت عن الاحتباس الحراري بالترتيب بما أننا منتكلم عن الاحتباس الحراري وتكلمنا عن المخصوص بي وتكلمنا عن أسبابه حتى النتائج التي ترتبت عليها الاحتباس الحراري وعرفنا أنه خطر كبير جدا من الأخطار البيئي ولكن هناك جهود للإنسان وحكومات الدول لتقليل هذا الاحتباس الحراري الذي يضر بالإنسان والبيئة والطبيعة إيه هي الجهود اللي بيقوم بها الإنسان والحكومات دي قال لرقم واحد ترشيد استهلاك الطاقة والبحث عن مصادر طاقة متجددة لأن فيه أنواع من الطاقة هي بتؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض فأنا لازم أرشد منها أستخدمها بكميات قليلة وأبحث عن مصادر طاقة متجددة أخرى ونظيفهم اتنين وقف إزارة الغابات والتحكم في الحرائق التي تنشب بها غير كده وكده برضو لازم أشجع زراعة الغابات رقم ثلاثة إدارة المخلفات بطريقة علمية تقلل من هذه الإنبعاثات الحرارية أي مخلفات عندي مش أقود أحرقها على طول لا لازم أديرها بطريقة علمية علشان ما بقاش عندي إمبعاثات حرارية تؤدي إلى احتماس الحراري رابع حاجة وأخيرة هي زيادة فرض الدرائب على كل من يستخدم طاقة تزيد من الإمبعاثات الحرارية زي المصانع دلوقتي أي مصنع مستخدم فيه طاقة بتؤدي إلى زيادة درجة حرارة الأرض بتفرض عليه درائب كثيرة وإحنا كده عرفنا جهود الإنسان وحكومات دول العالم لتقليل الاحتباس الحياة هترشد استهلاك الطاقة هتبحث عن مصادر طاقة نظيفة هتوقف إزالة الغابات وتشجع على زراعتها هتدير المخلفات بطرق علمية هتزيد من فرض الدرائب على من يستخدم طاقة تزيد من الإمبعاث الحراري اخر حاجة معنا سنقول له هو سؤال المتفوقين يجي يقول لي دلل على صحة العبارة الآتي تعد مشكلة الاحتباس الحراري أخطر المشكلات التي تواجهها العالم سؤال تاني دلل على صحة العبارة الآتي تعد مشكلة الاحتباس الحراري أخطر المشكلات التي تواجه العالم هننتظر إجابتكم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة